السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله تكونوا بخير وصفت اليوم الكنافة الفلسطينية في الجبن العكاوي وعلى الطريقة الأصلية القديمة نحتاج 185 غرام من السن الحيواني نضيف لهم لون للكنافة وهذا حسب الرغبة استخدمت 350 غرام من عجينة الكنافة الجاهزة نقطعها إلى قطع صغيرة ونحاول نفصلهم عن بعض حتى ما تتكون عنها تكتلات نرطب الكنافة باستخدام بخاخ المي حتى تكون طرية وسهلة بالكدس نقلب العجينة ونحاول نفصلهم عن بعض حتى ما تعجن وتكون سهلة بالاستخدام ندهن الصينية بالسمن الحيواني ونوزعها بشكل متساوي وبعدها نوزع عجينة الكنافة بهذا الشكل ونحاول تكون كمية الكنافة متساوية ونوزعها على جميع الأطراف نضغط بطرف الأصابع على حافة الصينية حتى ما نترك فراغات بالأطراف ونكبسها بصينية ثانية نفس القياس ونترك عليها وزن حتى تنكبس بشكل صحيح قبل القلي ضفت عليها جبن عكاوي 500 غرام وتحليط الجبن موجودة في فيديو قديم راح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف حتى ما يطول عليكم الفيديو وعلى حرارة متوسطة نخلي طرف الصينية وندورها بشكل مستمر ومدة القلي تكون ما بين 10 إلى 12 دقيقة وبس تبدأ الأطراف تتغير لونها ويصغر حجمها ولما تحرك الصينية تتحرك الكنافة كأنها قطعة واحدة تكون الكنافة جاهزة نطف الغاز ونغطيها لمدة 10 دقائق حتى يسيح الجبن وبعدها نحاول سحب المي من الجبن بقطعة قماش نظيفة أو بمحارم المطبخ ونضيف عليها قليل من عجينة الكنافة حتى تمتص المي المتبقي بالجبن ونكون مجهزين صينية ثانية أكبر منها أو بنفس القياس مدهونة بالسمن الحيواني حتى نقلبها فيها ونقلبها على نار حفيفة لمدة 3 دقائق حتى يسيح الجبن نضيف القطر والقطر يكون دافي لا حار ولا بارد والكمية حسب الرغبة مقادير القطر اللي استخدمتها لكل كاسة من السكر نصف كاسة من المي ولا تنسى الدعاء لأهلنا وأخواننا في غزة وخصوصا في هذه الأيام الفضيلة فهم في أمس الحاجة إلى الدعاء ترجمة نانسي قنقر